أكثر من نصف مليون تلميذ أجروا اليوم امتحانات البكالوريا التجريبية دورة جوان 2014 في ظروف وصفت بالحسنة على أن يتم الإفراج عن النتائج بعد أسبوع وفي استطلاع قاد الشروق إلى مجموعة من ثنوية العاصمة رصدت كاميرا القناة أراء التلاميذ حول مواضع الامتحان الموضوع كان في المستوى النقاط اللي كانت في الموضوع ما يشخاجم برنامج كل شيء في البرنامج أيضا نقاط الأمور التي تعالجوها التلاميذ أيضا ما يشخاجم العتابة ننسوش العتابة أنه حدولهم العتابة آخر فقرة والعساب التلاميذ سألناهم كيف يخرجوا من الامتحان أنهم راضين بالموضوع قالوا الموضوع في متناول الجميع الأساتذة من جهاتهم قالوا إن مواضيع الامتحان تجريب في البكالوريا تمت سياغتها من المقرر الدراسي ووفقا لعتبة الدرس المشترك المحدد من قبل وزارة التربية الوطنية جوزوا مادة قانون مازلت لهم المحاسبة لها تكون يوم تولاتة بإذن الله إن شاء الله يكون عند مستوى ضمن التلاميذ يعني هو الموضوع كان شامل ما سيقعد دوره ستعى البرنامج إن شاء الله يتكون كان استجابة يوم تولاتة إن شاء الله وبالرغم من حضور التلاميذ لإشتياز البكالوريا التجريبية جسديا إلا أن أذهانهم معلقة بالفاتح جوان تاريخ الامتحان المصيري